والله تقرير لطيف بصوا جمالي الأعزاء عاملين تقرير لطيف جدا عن الطيور الجارحة في مصر النسور السقور مش عارف الحداية مش عارف الحاجات اللي زي كده طيب بيتعامل عملية لطيفة جدا لمسألة التربية ومسألة العلاج في حالة الإصابة ثم إعادة الإطلاق في البرية مرة تانية علشان تعيش في بيئتها الطبيعية بما فيها حتى الفصائل المهاجرة اللي بتجنى في فصل الشتاء تلموسا للدفء في مصر تحديدا وفي المنطقة فبنعمل عملية العلاج ثم إعادة الإطلاق مرة تانية للحياة البرية ده بالمناسبة من التقارير تبقى ممتعة جدا 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 تعالوا نشوفوا وبعدين نروح لفاصل وأزونا بعد الفاصل نبقى فقرتنا بقى مش كده ولا إيه يلا بينا جمعية القناص تم إنشاءها في 2018 الجمعية هدفها الرئيسي هو نشرة رأس السقارة يعني إيه نشرة رأس السقارة يعني إن أنا أعرف الناس إيه هي طيور الجرحة وتستخدم في إيه وأهميتها للبيئة وفي خلال نشاطنا كجمعية بقى في رعاية الجوارح بنهتم بالطيور للجرحة اللي بتعبر على مصر أثناء فترة الهجرة سواء في الزهاب أو في الآياب لأن طبعاً الطيور أثناء فترة الهجرة بيحصل لها مشاكل كتير مهمة الجمعية إن هي بتحصل على طيور اللي حصل لها مشاكل بتعالجها بتعمل لها عادة تأهير ويتم عادة إطلاقها تاني في البيئة أو بيتم التبني للطيور اللي مش طاقة تكمل رحلتها للأسف يعني الأسباب يعني صحية نوع الطر اللي معي شاهين جبلي أونسا دي بتكون متواجدة مع الصيادين بنبتدي إن إحنا مثلاً بحكمة عاملنا مع الصيادين بنشوف مثلاً طيور مكسورة زي كده أو فيها إصابات زي كده بنبدأ إن إحنا نشتريها منهم إصابة اللي فيها جاية طبعاً كان فيها جرح في الصدر متواجد هنا فيه أثار لسه بعد العلاج طبعاً فيه كسور في الرش بتاعة الديل ده غير بعض الإطلافات في الرش بتاعة الجناح دي بومة أنا بايجي النهارده مع الجماعية بخلي البومة تشوف الشمس والجوا بتاعها الطبيعي بدل قاعدة ما بتكون قاعدة في البيت كتير بتبقى من هي محتاجة ترجع للطبيعة بتاعتها تانياً السقر ده نوعه شاهين جبلي عنده إصابة فرجلية عنده ورم كان بعد إصابة تانية كانت في مفصل الفاخد عنده الطر ده بتعمله عادة تأهيل عشان هيخضع الإجراحة عشان نستقصل الورم ده وإحنا دلوقتي في التامرين النهارده كنا بنحاول إن إحنا نستمر معاه في التامرين عشان يفضل محافظة على اليكتو عشان بعد ما يتعافى تماماً ويصبح قادر على العيش في الطبيعة بشكل عادي جداً ويصطاد هيتم إطلاقه ويكون مؤهل الإطلاق بشكل كامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة